سيترشح عبد المجيد التبون وسيفوز بعهدة ثانية ولكن لن يكمل العهدة الثانية سيترشح وسيفوز ولكنه لن يكمل العهدة الثانية تقولوا لي لماذا سأجيبكم في الوقت المناسب لكل حادث حديث الآن نتكلم عن الوضع الحالي وبعد نتكلم عنها مشكلتنا في إعلامنا الغبي المتسرع مشكلتنا في إعلامنا الغبي المتسرع إعلام غبي قبل خلوني قبل أسبوعين تقريبا رئاس الجمهورية رئاس الجمهورية نزل البيان اللي هو البيان التالي البيان التالي تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد التبون مكالمة هاتفية من نظيره رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إمانويل ماكرو تطرق من خلالها العلاقات الثانية وفي الأخير اتفق الرئيسان على الزيارة الرسمية التي سيؤديها السيد عبد المجيد التبون يعني رئيس الجمهورية إلى فرنسا والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر أيوة أنا علقت على هذه الرسالة في وقتها قلت لكم مش منطقي انتخابت رئيسي في ديسمبر والسيد يروح في نهاية سبتمبر بداية أكتوبر وهي الحملة انتخابية إذا راح كمرشح رئاسي مش مقبول إذا كان راح كرئيس سابق لا ينوي الترشح أوكي مقبولة لكن يروح تبون كرئيس مرشح أو كمرشح للرئاسة لأنه سبتمبر وبداية أكتوبر يكون يتخل الحملة انتخابية 90 يوم قبل ما يقدرش يكون يروح يمثل الدولة وهو كمترشح للرئاسيات إذا قلت لكم مش منطقي نهاية أكتوبر يروح لفرنسا وهو مترشح وقلت لكم لن تكون هاتي الزيارة أنساوها بناء على المعطيات القديمة الآن المعطيات الجديدة أنا أقول لكم نعم الرئيس تبون سيزور فرنسا نهاية سبتمبر بداية أكتوبر بعد ما يؤدي اليمين دستوري كرئيس جمهورية للعهدة الثانية يروح في الحالة هذه هاي الهدراء الزينا هاي الهدراء الزينا سبربوح إذا رح نقول لكم عليها في الحالة هذه مدام تبون على باله باللي في سبتمبر نهاية سبتمبر بداية أكتوبر سيكون رئيس جمهورية وسيزور فرنسا على بلو بلو رغو رئيس و رغو رايح الفرنسا إذن القاشي لهينشر هذا ما عنده حتى قيمة لأنه خلاص قررتو بلي تبون في نهاية سبتمبر بداية أكتوبر رهو رئيس انتخبات السبعة سبتمبر شكول ياذ ما بلي تبون رح يروح رئيس شكول يعني انتم مضامنين بلي تبون هو الرئيس و نهاية سبتمبر بداية أكتوبر و حفروسا هوا تفعل مع ماكرو أعطالوا كلمة سي أعطالوا كلمة كلمة الرجال ما طيعش قال له نجيك نهاية سبتمبر وأكتوبر شمعنتها معنتها راني رئيس بربي ولا بلا ربي هاي يا سدي الوحا خلي فاطر هاي يا عافي رمضان بربي ولا بلاش راني جايك في أكتوبر يا ماكرو و القاشي هذا يروح ربا قاشي هذا قاعد يروح يقوده مع ربا يحتبه واحد أنا هنا اللي من حقي كمواطن من هذا الهيشر القاشي أنني نقش معكم هذه الأمور على الأقل يكون فيه جانب من الاحترام نحن نعرف أن الظروف الراهنة التي تمر بها الجزيرة والمنطقة وا 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 يعني تحتم استقرار وتحتم استمرارية وتحتم ما عليش هاي متفاهمين هاي متحشون ناشا ربنا سيدي يا سيدي هذو كله بدأت طيح قدام الناس ما تحشون ناشا شاوروا ربنا سيدي دونوا رأيكم يا سيدي على الأقل شاورونا حشوننا قالوا ش رأيكم كذا كذا بعد كارو حدونا رأيكم هوتوا متفقين ماكرو تروح في أكتوبر وجينات بلعطني تقول انتخابتني في سبعة سبتمبر الوحا شعش تضيعوا في رب الدراهم هذه ودلوا في الانتخابات وتخلوا في الحملة الانتخابية قالوا ربها منذروا خلاص استمرارية قالوا رب تابون دوزيو موندا وسلات كنبيوا عليها تمسخروب قسام للحلوف أنا هذي لي تغيرني أنا ابني آدم لاحب شعشيلي يجي هذا حاكري يدبسمني بعد كي يشريه يقول لها بشي قوة دايق بشي رب من مباشرة وعلي يقولي بابا شريلي أتبوسني وتعنقني وقدر قدرات كي تقول يشري لي أنتعشيلي إذا نفس الشي ما تحشون ناشا الشعب رهواعي وفايق وقاري علم الزمياطي إلا داني في باكم بلدتو ما قافزين وتحشوننا وإحنا تقودونا من وذاننا وقلوكم روح وتقودوا ما علي بايش بربكم مصلحة الجزائر أولا نعم نخاف على مصلحة الدولة أكثر منكم ونحن مع الاستمرار والاستقرار وأمن البلاد نعم ولكن ما تحشون ناش ما تبلعطوناش ما ترجعوناش همير وشدونه من وذنينه ودخلون الكوري غير مقبول لأنه إعلام غبي عندكم إعلام في الرئاسة وفي وكالة الأنباء الخرطولوجية هذه ما رح نسب أغبياء ما يعرفوش يسيروا المعلومة وش داكم تهضروا في رب هذا الحضرة نهاية سبتمبر نشوك كنتوا قادرين تدروها بطريقة ذكية قالوا اتفق الرئيسان على تحديد الزيارة في وقت اللاح ستوب حباس رب الهضرة حباس رب الهضرة ستوب كنتوا قادرين بطريقة ذكية قالوا اتفق الرئيسان على تنظيم زيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا في وقت اللاح ستوب تحدد تقول نهاية سبتمبر و بداية أكتابر مع تركت خذيت قرار خذيت قرار وانا منش راضي ما نقبلش ما تفوتش علينا تاخذ قرار انك انت رئيس جمهورية وانه قررته وبعدك نجي تحشيل تقول لنا انتخابة السبعة سبتمبر هذا امر غير مقبول اوكي قلنا انا عندي قرن قلت لكم اذا قرر الرئيس تنبتبون الترشح لعهدة ثانية سيكون هو الرئيس وصلت كنبي هذه قلت انا عندي عام اذا قرر الرئيس تبون الترشح لعهدة ثانية ما ينافسوش الى ربي سبحانه لماذا لانه شنجريحة معاه والمخابرات معاه والدولة كل معاه واشتعود سنتولي تكثر من ربي خلاص قاعدين معاهم جمعين معاها القيادة قالوا الوراك رئيس انا معاك خلاص صف قوله وصلت كنبي ولكن لا تقشون ناش لا تبلعطون ناش لانه من الغباء بيان هذا التعري اساء بيان غبي البيان الاغبى منه الاغبى منه اسمعوا معايا وشنيني خلونا نقرح اذين اسمع اوه على اتباع المخزن الالتفاف نحو قصرهم وملكهم اوكي ستجري الانتخابات في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراما للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة تحية لمن يريد الاصغة اوكي هاسدي وكلت الانباء الجزائري بيان رئاس الجمهورية هني يقول لكم بيان غبي ورط الرئيس ورط الدونة بيان وكلت الانباء قال لهم السكتو بيان وكلت الانباء قال لهم السكتو خرب الهوال ديها قال لك الانتخابات لن تؤجل ستكون في موعدها احتراما للدستور واحتراما للشعب احتراما للهيشر القاشي الربوج هذا البكبك احتراما للدستور واحتراما للهيشر هذه البكبك انتخابات ستكون في موعدها واي واحد ضد الانتخابات في موعدها لو خائنة تمخوانة وكانيش وقذا وهي جيحة انتخابات ستجري في موعدها احتراما للدستور وللشعب هذه السيطة بون ركاية الخمدران في سبتمبر معناتها لا دستور لا الشعب لا تدركوش لي تعودوا ادرونية بيان اخت اخرين تقولوا الانتخابات ستسبق على سبتمبر احتراما للدستور وللقاشي قاشي ما شعورتهش الدستور نعم دستور اوكي لسع الشعب ما شعورتهش احتراما للدستور اوكي ارنا في الحق الدستوري قانون دستوريو اذا كانت أعطيكم مادة دستورية اللي تقول باللي صحيح لكن احترام على الشعب الشعب ما شاورتهش ما قلت لهش هل نسبق الانتخابات أملة إذن ما تدخلش رب الشعب في طريق خلي قسام الشعب في الكوري راهوا في الكوري خلي رابوا في الكوري راه في الزريبة خلي رابوا في الزريبة ما تشولوش الشعب هذان تعلوب يا وعداس وبلع بمك شو عناش أنا نقول لكم بلير رجاص والحل شو عناش نقول لكم أنا لو كنت نحكم عشرين مليون هذا رب الشعب هذا هو نمحي ربهم هذا الهيشر نمحيهم لأنهم ما فيهم حتى فائدة وعلاهم ما فيهم حتى فائدة شوفوا معنا البياء الخرج سبعة وشرية تقلقى بعد البياء قال له اتحاد الوطني للمجتمع المدني وترقية المواطنين مكتب الوائل بويرة وشي يقول نحن نناشد سيد رئيس الجمهوري عبد المجلد تبولي الترشع لعهدات الرئاسية ثانية من أجل استقرار وازدهار البلاد الله أكبر والتحرر الاقتصادي وبهذا تصطف الجزائر في مصاف الدول العظمى الله أكبر كي نديروا انتخابات السبتمبر لشزائر تصطف مع الدول العظمى وتولي دول العظمى كما كانوا يحشونه في وقت بوتفل ياقر نفس الشيء كل ما نديروا انتخابات تخلوا علينا الناتو نفس الديسكور نم يتغير شيء ويلو حيش شر هذا يا هذا أعطي له العلف شوف له قرط شوف له شكرة تاع شعير شوف له بوطة تاع قرط وحط ربه في الزريب وخليه يأكل سيد مزال البيان مزال ما بردش وبدأت انها هذا قفية تسميه الشعب وتحاضر هذا تسميه هاي شر بحاجة الى الشعير والنخالة حتى اللوبي والعدس وخسارها فيه اخسارها فيه اذا الرجاص هو الحل مدام المؤسسة العسكرية مدام قيادة العركان والمخابرات قررت ان الرئيس تبون يروح العهدة الثانية ضمانا لأمن واستقرار البلاد خلاص خذيته رب القرار خلاص ما تحشونه لسه 7 سيطوبر لمشاورات لاجتماع قررنا تضيع الدراهم هذا وذا أنا ضد الانتخابات أنا ضد الانتخابات يكملون رب الاستمرار يكمل رب يكمل تبون العهدة الزوجة والله يسهل الشامي شامي البغداد بغداد اما هذا الفوضى هذه اخصارات الدراهم هذه الاخر خلونا نمت مسخر تاعة قطيع كما قال لك قطيع هاي شر الان الناس يتكلموا على دستوريا وما دستوريا خارج لا لا دستوريا دستوريا وهو عندك الدستور وشي يقول ها هوين دستوريا مياه بالمياه المادة 91 من الدستور 2020 دستور الجديد طبعا كأن الفقرة رقم 11 يقول لك يمكن أن يقرر رئيس الجمهورية طبعا إجراء انتخابات رئاسية مسبقة رئيس الجمهورية له الحق في يعني أن يقرر انتخابات رئاسية مسبقة لم يحدد لماذا رئيسنا في حق يدير انتخابات مسبقة الدستور يسمع له ولا هاي شر وافق الدستور وصفق الدستور يا خي هذه حاجة الدستور موافقين عليها أوكي إذن رئيس تابونس يترشح لعهدة ثانية وسيفوز بالانتخابات إلا إذا حاد أربي أربي أحب حاجة أخرى لكن كل المؤشرات تصب في أو كل الدلائح تصب في هذا الاتجاه انتخابات رئاسية السبعة سبتمبر رئيس يعلن أو يقسم القسم الرئاسي مش سموه يا ربي اليمين الرئاسي في أسبوع ولا أسبوعين بعد الانتخابات التنصيب رسميا نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر يزور فرنسا كرئيس جمهورية للعهدات الثانية سلاة كندي قوس قرمط أوكي تفقين قلت لكم وكالة الأنباء الجزائرية هذه عزرين هاللي أنا مهبليني هذو هنا يسبوا في الهيشر ومبعدك هنا الرئاسة هاش رهم يقولوا ومبعدك تخرج لك هنا وكالة الأنباء رئيس الجمهورية يقرر إجراء انتخابات رئاسية مصفقة يوم 7 سبتمبر المقبل أوكي خي من لو كنت تقولوا باللي الانتخابات لن تؤجل في موعدها احترامها لدستور الشعب أنا لو كنت جئت عندي سلطة لو كنت جئت وزير اتصال في الدقيقة هذه إنهاء مهام مدير وكالة الأنباء الجزائرية إنهاء مهام نحيل السنوال في سعة شهدة نعاود نحيل السنوال مرة الثانية في سعة شهدة لأنه خطأ جسيم أنك تكلم مكلم قبيعة قبل أسبوعين وما عندوش علاقة بالمنطق ما عندوش علاقة بالإعلام بعدو تتناقض مع نفسك من الأول تقول انتخابات تجري في موعدها ولم تؤجلوا هذا كلام موش من رئاسة الجمهورية موش من مدرية الإعلام في رئاسة الجمهورية هذا كلام في وكالة الأنباء قادر يكون كمان سيدي السعيد هو اللي يكلم مدير وكالة الأنباء قل له يقول هذا الشيء شهده شهده بغل كمان استعرف به ذكي كمان سيدي السعيد ذكي عيط له قال له ودير هذه البيان معانته لكان صحيح مبروك لا مش صحيح نمسع فيه الموز قال أنا خطيري تخذ إما لها يبغل كمان ذكي عليك أنه خليك تنزل البيان تقول ما كاش انتخابات لن تؤجل وهو قال لك تبون قال لك إيه لن تؤجل لكن تسبق تقول لن تؤجل عسي ما طيق عورك شكريمتك والله عسي دي ما نأجله نسبقها إذن تحكم في المعلومة و يعني توعية المواطن رأي كلمة دخل الجنة ودخل نار هاي الجنة هاي كلمة واحدة تحي وتقتل أنا قلت لو كنت جئت وزير الاتصال لأن وزير الاتصال ليس لأي مودي وكرة الأنباء وينحيه بصراحة لكن لو كنت جئت بلس تبون هذا مدير وكرة الأنباء الجزائرية هذا يتنحى لأنه بصراحة لا يمثل مؤسسة تتكلم باسم الدولة ناطق رسمي باسم الدولة هي وكرة الأنباء الجزائرية اللعب هذة اللي رأوا فيه هذا الكارنفال هذا الزريب على هاي صايرة هذه غير مقبولة أمر غير مقبول إذن كنا هذا أمر دستوري